اشتركوا في القناة هنبدأ على طول مع حضرتكم من خلال مقدمة سريع عن الشخصية المهمة اللي اخترناها لحضرتكم من خمسين عاما كان معرض الكتاب فكرة اطلقها دكتور سروة عكاشة وتحققت هذه الفكرة بارادة الدكتورة سهير القلموي وفي الدورة المقامة حاليا اختير اسم نصيرة المرأة لتكون شخصية الدورة الذهبية لاهم فعالية ثقافية مصرية سهير القلموي ليست اول طالبة تلتحق بكلية الاداب قسم اللغة العربية جامعة فؤاد الاول وليست فقط من اختارت موضوعات شائكة لتحصل على الماجستير في اداب الخوارج والدكتورة في نقد الفليل وليلة ولا تميزها يعود لانها تلميز تعميد الاداب العربي انما هي مع كل ذلك كانت تؤسس لقيمة المرأة في المجتمع المصري المرأة التي كانت احد قيادات ثورة 1919 متمثلة في هودا شعراوي وصفية زغلول الدكتورة سهير القلموي المولودة في عام 1911 اصدرت اثناء دراستها الجامعية احاديث جدتي احاديث جدتي في عام 1935 بمقدمة لاستاذها طاحة حسين وبعد تخرجها كانت اول معيدة في كلية الاداب ثم استاذة الاداب الحديث في عام 1956 ورئيس قسم اللغة العربية في عام 1967 وتدرجت في مناصب متعددة ثقافية وسياسية ثم نائبة في مجلس الامة ورئيس تهيئة الكتاب واول من اقام معرضا للكتاب في عام 1969 ساعة وستين هناخد حضراتكم بإذن الله في الرحلة مميزة جدا ومشوار طويل ومتميز لسهير القلموي مع حفظ الالقاب طبعا الكتير جدا من خلال وجود وتشريف الشعر الدكتور عيدي علي الجمعة استاذ الادب والنقد هكون منورنا المدة ساعة كاملة على الهواء وحنبدأ على طول مع حضراتكم بعد فاصل قصير هن من دخلنا الجامعة مقتحبات ولكن ليس كلهن من علون محلقات أما هي فقد علت وحلقت أفادت الجمع وأفادت الجامعة فهي سهير القلمات أسرتي كانت فيها كثير جدا من التحرر بالنسبة للمجتمع التحرر محافظة في الوقت نفسه محافظة على القيم والأخلاق إلى أبعد الحدود لكن بالنسبة لست وراجل ما كانش فيه أي فرق في الأسرة عندنا بين ست وراجل والدي طبيب جراح والديتي تعرف لغات فالحقيقة كانت البيئة مشجعة على أني أكمل تعليمي بعد المرحلة السنوية قضيت كل طفولتي من سن ست سنوات لسبعتاشر سنة في كلية البنات الأمريكية حبي الوالدي زي أي بنت كان يمكن فوق شوية زيادة عن المعتاد هو كان جراح وأنا كنت منبسط جدا أن أنا أناول بعض الأدوات وأروح أعمل مش عارفة تحليل بول تحليل بسكر كلام من هذا القبيل فكان حلمي كله أن أنا أكون طبيب فلما خرجت من كلية البنات الأمريكية ما كانش عندي فكرة إطلاقا أن الجامعة المصرية أنا زك الجامعة الوحيدة اللي هي جامعة القاهرة دلوقتي بيقبلوا بنات ما بيقبلواش بنات يعني ما عنديش فكرة عن الموضوع ده خالص فترفضت أوراق ترفضت أولا لأني بنت وثانيا لأني شهدتي أمريكية غير معترف بها فبعد صعوبات وصلت بفضل أستاذ الدكتور طاع حسين ولم أكن أعرفه إلى هذه اللحظة أن أنا أقبل في قسم اللغة العربية فأنا الحقيقة بدأت حياتي بتحدي معجز أن أنا أذكر أن أول مرة كنت بأكتب موضوع علشان الأستاذ كلفني بي وكان عن طرف ابن العبد فيما أذكر كتبته بالإنجليزي وترجمته إلى اللغة العربية لأنني مش قادرة أعبر بسهولة باللغة العربية برحب بحضرتكم معنا أهلا وسهلا كمان بوجود دكتور عيدي علي جمعة الشعر والنقد الأدبي وأستاذ الأدب والنقد أهلا وسهلا بحضرتكم أهلا وسهلا منورنا دكتور ده أنا أرحب وفي البداية طبعا الأيام دي بنحتفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وفي دورته الذهبية وتم اختيار شخصية عظيمة جدا جدا الدكتورة الرحلة سهير القلموي تعتبر هي شخصية المعرض طبعا مع كمان دكتور سروة عكاشة شخصيتين الأساسيين المعرض بيحتفل بيهم السنة دي فيبيلوا الذهب خلينا نتكلم مع حضرتك في البداية عن الدور الكبير اللي عابته دكتور سهير في إقامة المعرض في عام 1969 طبعا الاحتفال بالكتاب وإقامة معرض مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب الفضل الأول والأخير يرجع إلى هاتين الشخصيتين العظيمتين وخصوصا الدكتورة سهير القلمان نعم وأصبح معرض القاهرة الدولي للكتاب من المعارض المشهورة جدا على مستوى العالم وهو حدث أو عرس ثقافي يحج إليه المثقفون في كل عام نعم ومن هنا كان اختيار سهير القلمان شخصية المعرض واختيار دكتور سروة عكاشة يعني يمكن الدكتور سروة عكاشة من أفضل إن لم يكن أفضل وزراء الثقافة الذين نهضوا بهذا الدور ومن هنا اختيار هاتين الشخصيتين له دلالة خاصة وأن المثقفين أو القائمين على المعرض يعرفون لأهل الفضل فضله نعم طبعا الفكرة في البداية كانت فكرة دكتور سروة عكاشة وتم إقامة المعرض بعد كده من خلال طبعا التعاون الكبير مع دكتور سهير خلينا نتكلم مع حضرتك أكتر عن الإسهامات الكثير اللي قدر أنه هو يقدمها للثقافة المصرية بشكل عام طبعا السامات عظيمة جدا لأن الدكتور سروة عكاشة هو أيضا من الضباط الأحرار وهو أيضا كان وزير الثقافة وكان له نظرة تنويرية فائقة وأقام أيضا مما يحسب له أنه هو الذي أنشأ قصور الثقافة التي استطاعت أن تصل إلى المثقفين في الأقاليم المختلفة وأكاديمية الفنون هذه المؤسسات فاعلة جدا لماذا؟ لأنها تحرير المركز من مركزيته القاهرة هي المركز إقامة قصور للثقافة في الأقاليم معناها الوصول إلى كل مثقف في كل جزء من أجزاء مصر على امتدادها وعلى عرضها نعم خلينا نتوقف شوية يا دكتور عادي مع حضرتك عند التاريخ تاريخ إقامة المعرض لأول مرة في عام 1969 كان بعد النكسة بسنتين بالزبط فهل ده كان يعني اعتراف مهم جدا بأهمية الوعي لإزالة أي مشاكل لأول الطريق لإزالة الهزيمة تأكيد على روح المقاومة بيلعبوا شوية على فكرة أن الثقافة هي السلاح الأول والأخير وده أكيد كان مهم جدا وكانت رسالة واضحة في الوقت ده أنا عايز أقول أن نكسة يونيو أو هزيمة يونيو 1967 لم تكن هزيمة لإرادة الشعب المصري لأنها كانت هي هزيمة عسكرية لا شك في ذلك أن الجيش المصري يترك سيناء لكن الجيش المصري في هذه الفترة كان في اليمن وكان حوالي 80 ألف جندي في سيناء فقط ولم يكن هناك استعداد عسكرية حقيقي للحرب والجيش المصري لم يدخل الحرب ب67 بطريقة عادلة تقوم على التكافؤ ومن هنا فهي هزيمة عسكرية فائقة لا شك في ذلك ولكنها ليست هزيمة نفسية لإرادة الشعب استطاع الشعب المصري رغم الهزيمة العسكرية أن يقف هنا أتذكر ما صنعه المشركون في غزوة أحد حينما استطاعوا أن يقتلوا من المسلمين 70 منهم حمزة سيد الشهداء ولكنهم لم يكسروا إرادة المسلمين المدينة ظلت قائمة كما هي الرسول ظل فاعلا وظل ينشر رسالته واستطاع بعد فترة بسيطة جدا من 3 هجرية في سنة 8 هجرية 5 أعوام فقط استطاع الرسول أن يفتح مكة المصريون خلال 6 أعوام فقط من سنة 67 حتى 73 استطاعوا أن يعيدوا الكرامة العسكرية أما الكرامة النفسية والوجود المصري الحقيقي ظل فاعلا لدرجة أن الرئيس جمال عبد الناصر حينما تنحى لم يتركه الشعب يتنحى ليس ذلك شيئا هينا وإنما هو دليل فائق على أن الإرادة المصرية لم تنكسر وأن هذا الشعب يقف صامدا إلى الأبد ومن هنا كان إقامة معرض للكتاب سنة 1969 على يد سهير القلموي وهي امرأة دليل على أن الأم المصرية والمرأة المصرية لم توافق أبدا على انكسار شعب وإنما كانت رمزا وطموحا فائقا لتجاوز هذه الهزيمة العسكرية التي أقول إنها هزيمة محدودة لأنها هزيمة لم تستغرق من أكثر من ست سنوات حتى نكسر هذا العدو المتغطرس ونلقنه درسا على يد هؤلاء الجنود أيضا استطاعوا أن يعبروا أقوى أكبر مانع في تاريخ الحروض واستطاعوا أيضا أن يعيدوا الكرامة العسكرية أما الكرامة النفسية والكرامة الوجودية هذا شعب له أكثر من سبعة آلاف عام حضارة هذا شعب علم العالم البرديات المصرية بما فيها من علوم وليس بما فيها من أدب الأهرامات المصرية بما فيها من تفوق فائق في الهندسة والطب المصري الذي استطاع أن يحتفظ بجثة الإنسان على مدار خمسة آلاف عام كاملة وأظافره تظل كما هي وشعره يظل كما هو هذا ليس شيئا نينا وإنما هو هذا الشعب الذي يظل فائقا الهزيمة كانت عسكرية وكان معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الوعي الكامل بأننا لن نهزم أبدا اهتمت يفند من دكتور سهير القلموي في الدورة الأولى الخاصة معرض القاهرة الدولي للكتاب بتخصيص جناح كامل للطفل الحقيقة هي كانت مهتمة جدا بالأطفال وكان لها فلسفة خاصة بيها في الاكتبان بثقافة الطفل طبعا يعني علماء النفس يخبروننا جيدا أن الإنسان الكبير ما هو إلا طفل صغير وأن البنات الأولى التي تنهض بتشكيل هذا البناء الإنساني تظل فاعلة في حياته وتظل قراراته متأثرة جدا بطفولاته ومن هنا إذا قرأنا كتابات سيجموند فرويد سنجد أن الطفولة تلعب دورا فائقا في القرارات المصرية بالنسبة للإنسان ليس ذلك فقط وإنما حينما نقرأ كارل غوستافيون في اللاشعور الجامعي وكتاباته عن اللاشعور الجامعي وعن أثر الأساطير في حياة الإنسان سنجد أن ما قبل الطفولة تلعب دورا فائقا في القرارات المصرية والأحلام وهناك الارك تايبس أو النماذج الأصلية التي تشكل وعي الشعوب وتشكل وعي الأفراد لها دور فائق من هنا فإن سهير القلموي لم تكن بعيدة عن هذا التأثر لأنها ظهرت في فترة هذه الفترة هي منتج من منتجات ثورة 1919 وكانت سهير القلموي تلميذة للدكتور طه حسين وسهير القلموي ذهبت إلى فرنسا وتعلمت سهير القلموي جمعت بين شيئين في غاية الأهمية الشيء الأول هو التراث والشيء الثاني هو المعاصرة قرأت التراث كأفضل ما يكون وقرأت علوم العصر كأفضل ما يكون وهي تعرف جيدا الدور الفائق للطفولة ومن هنا فقد كان اهتمامها بالطفل في معرض الكتاب اهتماما حقيقيا وله أكبر الأثر وكان جل همها في هذا أن تصنع للطفل كتابا رخيصا حتى يصل إلى ليس الطفل في القاهرة فقط وإنما الطفل في القرى البعيدة بكتاب رخيص لأكبر عدد ممكن وكتاب رخيص هذه فلسفها وهي نشر الثقافة والاهتمام بالطفولة لأن الرجل ما هو إلا البناء الشامخ لمرحلة الطفولة نعم طبعا زي ما حالك تفضلت وقلت دور الأسرة بيكون دور كبير جدا والنشأة والأسرة والتربية بيكون انعكاس بعد كده لشخصية البني آدم أين كانت وظفته ده كان ظهر في مشوارها بشكل كبير زي ما حالك قلت يا دكتور طبعا لأن سهير القلموي لها يعني إذا نظرنا إلى حياتها سأقسمها عبر محاور عدة هناك سهير القلموي هي أول امرأة تدخل أو تحصل على درجة الماجستير ودرجة الدكتورة في مصر والوطن العربي بالتالي هي أول امرأة تدخل جامعة القاهرة وتتعلم فيها أول امرأة على الإطلاق سهير القلموي ربما ساعدها الحظ كثيرا بوجود شخصية مثل شخصية الدكتور طاع حسين تبنت نستطيع أن نتعلم درسا فائقا من حياة سهير القلموي بالنسبة لمرحلتنا الراهنة لأن في المرحل الراهنة هناك صراع رهيب جدا جدا على كليات القمة ما يسمى بكليات القمة هو كليات الطب وما إلى ذلك سير القلموي كان والدها جراحا شهيرا وأموها كانت مثقفة كانت كما استمعنا إليها جل أو كانت تهتم جدا بأن تصبح طبيبة مثل أبيها لأن كل فتاة بأبيها معجبة فطبعا هي أرادت أن تكون طبيبة ولكن طبعا أول طالبة تدخل كل الطب رفضت من أجل شيئين شيء ظاهر وشيء خفي الشيء الظاهر هو أنها حاصلة على شهادة ليست مصرية لأنها كانت تعليمها أمريكي هذا هو الشيء الظاهر المعلن أما الشيء الخفي هي أنها كانت امرأة أو كانت هذه أول امرأة تدخل كلية الطب فرفضت طبعا هي لم تيأس ودخلت كلية الآداب وتبناها طه حسين وأصبحت هنا الدرس أن التفوق ليس من المهم أن يكون في كليات القمة فقط وإنما التفوق يجب أن يكون فيما يدخل فيه الإنسان أحسن أي شيء تكون فيه وتفوق فيه حتى وإن كنت أي شيء إذا تفوقت في الشيء الذي أنت فيه تفوقا حقيقيا فستلفت إليك الأنظار وسيكون لك دور فاعل في المجتمع هذا هو الدرس المحاور التي أنظر إليها في شخصية سهير القلمان أنظر إليها عن طريق الحالة الاجتماعية أنظر إليها عن طريق الحالة العلمية أنظر إليها عن طريق الأثر الذي تركته بالنسبة لمرحلة الريادة هذه رؤية سهير القلمان تعتبر رائدة في أشياء كثيرة جدا أولا ريادتها أنها هي التي فتحت باب العصرية والتحديث في هذا العصر لأنها استطاعت أن تقتحم بمفردها السياج الحديدي المصنوح حول المرأة استطعت أن تقتحمه وتدخل إلى التعليم وتكون أول امرأة وتتفوق وإذا ببناتنا ونسائنا يدخلنا الجامعة وتفوقنا فيها فهي أطلقت الطاقات الكامنة في مجتمعنا لأن المرأة هي نصف المجتمع إن لم تكن أكثر ده هي صانعة المجتمع لماذا؟ لأنها هي التي تصنع الرجل وفي نفس الوقت تصنع نفسها لأن الطفل هو صناعة المرأة أولا وآخرا وبالتالي الرجل فهي أطلقت الطاقات الكامنة في هذا المجتمع أن تحرر نصف المجتمع من قيوده بأن تكون النموذج الفذ الذي يتبع هذا دور يحسب لها بحروف من نور ويسجل له لأنها اقتحمت السياج الحديدي المفروض حول تعليم المرأة وليس ذلك من خاص بسهير القلمة فقط وإنما نستطيع أن نقول إن هذا منتج من منتجات ثورة 19 وهي المرحلة الليبرالية في مصر والثورة الحقيقية والتحديث العصري أن تتحول مصر من العصور القديمة إلى العصور الحديثة بتحديثها الفائق هذا هو الدور الأهم في حياة سهير القلمة الدور الثاني الجانب الثاني الذي أستطيع أن أنظر إليه في حياة سهير القلمة هي أنها استطاعت أن تكون شبكة اجتماعية حقيقية مع طلابها واستطاعت أن تبث في أرواحهم العزيمة وحتى تفوق منهم رجال في حجم الدكتور تليمة عبد المنعم تليمة والدكتور جابر عصفور وغيرهم الكثير جدا فهي لها دور فاعل في الحياة الاجتماعية باعتبارها أستاذة لها تقاليد جامعية أخذتها عن أستاذها الأكبر طاها حسين لأن ما يميز طاها حسين في الواقع الحضاري المصري ليس إنتاجه فقط أو ليست كتبه فقط وإنما الدور الاجتماعي الذي نهض به هذا الرجل سواء على مستوى طلابه أم على مستوى الواقع الاجتماعي المصري والعربي عموماً من هنا دور فاق هي أخذته عن أستاذها وأدته على أكمل وجه وطلابه يعترفون لها بذلك أيضا حينما انتبهت إلى دراسة أدب المقموعين أو أدب المهمشين رسالة الماجستير عند الدكتورة سهير القلموي هي في أدب الخوارك ورسالة الدكتورة عن ألف ليلة وليلة وهذه أشياء لم تكن تطرق حاليا نتكلم عن أهم استماعات اللي بتميز رسالة الماجستير ورسالة الدكتورة طبعا أنا أريد أن أتكلم عن أدب الخوارج وأن الخوارج بيتميزون بشيء في تاريخنا السياسي والحضاري في غاية الأهمية أنهم هم كانوا مخلصين جدا 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 لأفكارهم الدينية كانوا متدينين جدا إلى درجة فائقة ولكن كانوا متعصبين إلى درجة فائقة بقدر تدينهم بقدر تعصبهم وظلوا على هذه الحال إلى فترة طويلة جدا لم تغيرهم السياسة هم طبعا من المعروف كيف جاءت التسمية أنهم خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب حينما قبل التحكيم مع معاوية بن أبي سفيان وحاربهم في معركة النهروان وانتصر عليهم واستطاع أحد منهم اللي هو عبد الرحمن بن ملجم أن يغتال الإمام علي فجرا وهو ذاهب لصلاة الفجر في مسجد الكوفة طبعا هؤلاء الناس لهم أدب شديد الخصوبة ولكنه أيضا شديد التعصب لأن الميزة التي تميزهم أنهم متعصبون جدا لأفكارهم هم يرون أن الخلافة طبعا كانت هناك أحزاب سياسية وكانت هناك أراء مختلفة جدا في الواقع الاجتماعي والحضاري الإسلامي أيام الدولة الأموية بدايتها وعصر العثمان وعلي آخر الخلفاء الراشدين طبعا كان هناك ما يسمى بالشيعة الشيعة يرون أن الإمام علي هو أحق الناس بالخلافة الأمويون يرون أن بني أمية هم الحكام ويجب أن يكون الحكم فيهم الزبيريون اللي هم أكباع عبد الله بن الزبير بن العوام كانوا يرون أن عبد الله بن الزبير هو الأحق وهناك أيضا الخوارج ماذا كانت رؤيتهم كانت رؤيتهم أن الخلافة من حق أي مسلم طالما أنه قادر وطالما أنه لديه الكفاءة هذه الرؤية لا غبر عليها أبدا على الإطلاق ولكن المشكلة هذا التعصب الفائق طبعا شعرهم تعرض لدمار لأن هذه الفئة كانت تحارب ببسالة نادرة جدا وكانت تعتدي وكانوا في غاية البلاغة ومن هنا فقط تعرض نتاجهم لكثير من الضياع دور الدكتورة السهير القلمية أنها جمعت هذا الإنتاج ودرسته دراسة علمية في أول دراسة علمية لأدب الخوارج وده أول رسالة ماجستير لامرأة مصري ثم تبعتها بعد ذلك بدراسة ألف ليلا وليلا سندهش أن الدكتور أحمد مجاهد حينما كان رئيسا للهيئة العامة لقصور الثقافة ونشر في سلسلة الزخائر وكان يرؤسها جمال الغيطاني نشر كتاب ألف ليلا وليلا هناك محامون رفعوا قضية على وزارة الثقافة كلها ومنهم أحمد مجاهد وجمال الغيطاني أن هذا الكتاب يسيء إلى الأخلاق ويسيء إلى الشخصية المصرية وطالبوا بحبس أحمد مجاهد ده إمتى؟ ده في القرن الحادي والعشرين فما بالك بقى في بدايات القرن العشرين وامرأة تدرس هذا الكتاب وتجعله رسالة دكتوراه وكان ذلك برأي منها ووافقها أستاذات دكتور طاع حسين بل وإنه ساهم في إرسالها إلى فرنسا لكي تعرف أصول المنج العلمي حقيقة وتدرس هذا الكتاب الفذ الذي لا شبيه له على الإطلاق في أدب الشعوب جميعا وهذا الكتاب له تأثير ساحق على الآداب الأوروبية كلها وعلى الآداب المشرقية وآدابنا جميعا طيب نتوقف شوية برضو مع رسالة الدكتوراه ونعرف من حضرتك أهم المحاور النقدية التي تمت بكشفها من خلال الحكايات الكثير الموجودة طبعا أولا يجب أن نعرف أن هناك إشكاليات تحوم حول ألف ليلة وليلة منها إشكالية من المؤلف لأن حتى هذه اللحظة لا يعرف من الذي كتب ألف ليلة وليلة وكانت هناك آراء كثيرة جدا تقول أن هذا الكتاب مترجم عن الهندية وهناك آراء تقول أن هذا الكتاب مترجم عن البهلوية وهناك آراء تقول أن هذا الكتاب مترجم عن الفارسية وهناك آراء تقول أن هذا الكتاب مؤلف مصري الدكتورة سهير القلموي حينما تناولت هذا الكتاب نظرت إليه نظرة موضوعية لاحظت الدكتورة سهير القلموي أن هذا الكتاب هو إنتاج الشعوب وطالما هو إنتاج الشعوب فقد لاحظت أن هناك قسمين كبيرين فيه قسم ينتمي إلى بغداد أيام الخلافة العباسية ترجم في هذا العصر أو أنلف بعضهم وقسم ينتمي إلى القاهرة المملوكية التي ساهمت إسهاما أو ساهمت حقيقة في إنتاج ألف ليلة وليلة حينما نقرأ ألف ليلة وليلة سنجد أن الواقع الاجتماعي في قصصه يتغير حسن هذه الحالة أنا أسف جدا مع مقاطعة يا دكتور اسمح لنا بس الوحل فاصل ونرجع نستكمل مع حضرتك نفس النقطة بإذن الله فاصل ونرجع مع حضرتكم طرقت ضرب الكتب التعليمية وألفت العديد من قصير القصص ولم تخل جريدة أو مجلة من اسمها كاتبة لمقارح أو لبحث نقدي فليس مثلها من يغيب عن الساحة الأدبية من ضمن اهتماماتي كانت الأدب الشعبي الأدب الشعبي رسالتي في ألف ليلة وليلة طبعا 41 كانت نفوس أنه الأدب الشعبي مهم بعد ذلك تولى هذه المهمة في الجامعة الزميل عبد الحميد يونس وثم بعد ذلك أنا توليت لجنة للأدب الشعبي في المجلس الأعلى للفنون والأداب وتركت هذا لأتولى لجنة ثقافة الطفل لأنه إلى الآن للأسف الكبار ينظرون إلى موضوع ثقافة الطفل لعلى أنه موضوع هامشي أو موضوع ستاتي زي ما بيقولوا إنما أنا رأست باسم اللغة العربية بالضبط وخرجت منه لأني قلت وعار إلى هيئة الكتابة كانت قيمية اسمها مؤسسة التأليف والناشر كانت عبارة عن سبع مطابع وناشرين أممت وضمت وحطوا عليها يفطة اسمها مؤسسة فندهني الدكتور صاروة عكاشا وقال لي أنه إحنا نسلمك العملية دي وتتغلي فيها وقتع إلى آخره فلاقيت قدامي سبع مطابع ثلاثتاشر موقع قال لا ما هو الدولة بتقول دير المطابع والمطابع تكسب وكل اللي تكسبيه من المطابع اثرفيه على المشرف كتب وقال لي لا لأ أنا معرفته دي المطبع أنا حبيع المطابع قال لي بل كيف الحقه قال ليه الحق الهيئة مستقلة أو المؤسسة مستقلة أنا حبيع المطابع وحبتي بمطابعة واحدة مهمة كبيرة ومهزن ودار نشر ودار توزيع ومن هنا بدأ التفكير الحاجة بإني قدت نوع من انفذار نشاط المؤسسة وفكرت في حكاية المعرض الدولي لكتاب وعملت المعرض الأول وشغلت في 120 موظف من الهيئة أو المؤسسة أنا ذات يشتغلهم للمعرض معرض كتاب الدولي أهلا وسهلا بحضرتكم معنا مرة تانية وبالتأكيد بجدد اتحية بدكتور عيدي أهلا وسهلا لدكتور مرة وكنا نتكلم مع حضرتك عن أهم المحاور النقدية اللي قامت بكشفها دكتور سهير القلموي من خلال نقد ألف ليلة وليلة داخل رسالة الدكتوراه الخاصة طبعا الانتباه إلى دراسة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة لم تكن مدرجة أصلا تحت الأدب الرسمي هي أدب شعبي وأدب شفاوي عند الكثيرين وهو سجل لكن هي لم تكن مدرجة كأدب رسمي ينتبه إليه حينما تنتبه إليه الدكتورة سهير القلموي وتكتب عنه رسالة الدكتوراه وتذهب إلى فرنسا لجامع المادة ومعرفة المناج العلمي ثم تؤلف هذا الكتاب هذا كان شيئا جديدا جدا في عصرها يعني في السياق الاجتماعي والتاريخي تعتبر إضافة حقيقية للأدب العربي ربما الدراسات الآن أضافت الكثير ولكن في اللحظة الزمنية التي كتبت فيها سهير القلموي هذه الرسالة تعتبر شيئا جديدا جدا وشيء في غاية الشجاعة سهير القلموي ناقشت في بداية الرسالة الأراء وحول أصل هذا الكتاب من هو صاحب هذا الكتاب أو ما هي الدولة التي أنتجت هذا الكتاب طبعا أشارت إلى ابن النديم في الفهرس حينما أشار أنها مترجمة عن الأدب البهلاوي وأن عنوانها حكايات خرافية لكن هي استطاعت أن تلمس أن هناك الإنتاج المصري موجود في هذا الكتاب اللي هو ألف ليلا وليلا من خلال مصر المملوكية في هذه اللحظة كانت أسهمت بحكايات عن ألف ليلا وليلا استطاعت أيضا أن تلمس وقد سبقها في ذلك بعض المستشرقين استطاعت أن تلمس وجود الآثار المصرية القديمة في كتاب ألف ليلا وليلا ووجود الآثار الآداب الشرقية الهندية الشرقية في هذا الكتاب لأن حتى بعض المستشرقين حينما قرأ قصة السندباد البحري في ألف ليلا وليلا استطاع أن يقيم علاقة فائقة بين السندباد البحري وبين عوليس أو أوليس في كتاب الإلياذة الذي ألفه الشاعر اليوناني الشهير هوميروس فطبعا السندباد البحري كان يقوم برحلات عبر البحار وقام بسبع رحلات ومغامرات وسنجد أيضا أن أوديسيوس أو أوليس أو ما هو في الأودسة اللي هي نسبة إلى أوديسيوس أيضا تتكلم عن بحار عادة من حربة الرواضة اللي هو أوديسيوس الذي صنع الحصان الخشبي واستطاع أن يوقع تروادة بعد حصار دام العشرة أعوام في طريق العودة تعرض لمخاطر فائقة حينما نقرأ هذه القصة في ألف ليلا وليلا ونقرأ الأودس سنجد تشابها خطيرا جدا تشابه يكيد يكون نقلا ولكن حينما نقرأ الأدب الفرعون القديم سنجد قصة البحار أيضا وقصة العودة وقصة التغريب استطاعت أن تشير إلى ذلك سهير القلموي وبعض المستشرقين في الأدب المصرية قصة الأخوين حينما حذرت البقرة الأخ الأصغر أن أخاه سيقتله لأن هناك وقيعة البقرة حذرت الأخ هناك في ألف ليلا وليلا الحيوانات تتكلم والحيوانات عالم من الحكايات الخرافية المدهشة التي تتفاعل مع نظرية يونجي في النماذج الأصلية التي هي الأركتايت استطاعت سهير القلموي أن ترجع أن كتاب ألف ليلا وليلا هو كتاب مترجم ولكن فيه أيضا إبداع مصري لكن هناك أراء أخرى قالت أن هذا الكتاب هو كتاب عربي بالأساس ولم يكن مترجما خصوصا الدكتور علي عشري زايد في كتابه عن السندبات في رحلته الثامنة له كتاب اسمه الرحلة الثامنة يقصد بالرحلة الثامنة هي رحلة السندبات في الأدب العربي أو الشهر العربي الحديث استطاعت أيضا أن تلمس محورين أشار إليهما الدكتور جابر عصفور في كتابات سهير القلموي المحور الأول هو كيفية التفاعل مع الأدب كيف نقرأ نصا أدبيا كيف نحلل نصا أدبيا هذا السؤال رغم بساطته الفائقة إلا أنه في غاية الصعوبة الفائقة منهج سهير القلموي في كتابها ألف ليلة وليلة وفي كتابتها فيما بعد كما أشار الدكتور جابر عصفور أشار أن منهج الدكتور سهير القلموي فيه تأثر كبير جدا بما يسمى النقد الجديد في أمريكا وفي إنجلترا النقد الجديد الذي يدرس العمل الأدبي من الداخل وهو يتراسل مع نظرية البنيوية الفرنسية والنقد الجديد لهم قدرة فائقة على التفاعل مع النص داخليا يعني تحليل النص من الداخل لكنها رغم ذلك لم تهمل أبدا التفاعل الخلاق بين هذا النص وبين الواقع الاجتماعي وهذه إضافة مهمة أو هذه عملية في غاية الأهمية لأن من أجد الدكتور سهير القلموي هو الإفادة من نظريات منتج النقد الجديد وفي نفس الوقت تطعيمه بالتفاعل مع الواقع الاجتماعي لم تهمل الواقع الاجتماعي في عملية إنتاج النص ولا بد أن يكون النص لها تفاعل مع الواقع الاجتماعي والسياسي ننتقل مع حضرتك دكتور لنقطة مهمة جدا أثناء دراستها الجامعية أذر الدكتور سهير القلموي أحاديث جدتي أحاديث جدتي تعرضت فيه للعادات والتقاليد وعكس كمان رؤيتها عن الطبقة المتوسطة بشكل كبير نقدر نقول أنه قراءة للمجتمع المصري ولكن بعين نقدية وكرة نظر حضرتك هل هناك وجهة نظر أفضل مما تفضلت حضرتك وقلتها قراءة للمجتمع أحاديث جدتي طبعا الانتباه إلى الجدة في عملية الحكي لا يوجد إنسان كانت له جدة لم يتأثر بجدته في عملية الحكي ومن هناك أثر الطفولة في عملية التشكيل التي تصاحب الإنسان حتى آخر العمر لأن الطفولة تترك أثراء الفائق وطبعا الجدة هي صاحبة أكبر أثر حينما نقرأ السير الذاتية للمؤلفين الكبار سنجد أن الجدة تقوم بدور كبير في عملية تشكيل الوعي من أحاديث جدتي هذا الكتاب وهذه المجموعة تتكلم عن لحظة زمنية واجتماعية وسياسية خاصة في تاريخ الشعب المصري هي تحكي عن جدة جدتها وهذه الجدة هي جاءت مع والدها التركي وجاءت إلى مصر وتزوجت من أحد المصريين الذين يعملون في الجيش أو تزوجت ضابطا في الجيش ومات أبوها فأصبح أهل زوجها هم أهلها ليس لها أهل لأن أبوها مات وأصبحت تعيش مع زوجها وأسرة زوجها طبعا الزوج مات في الحرب في سبيل مصر طبعا هذه اللحظة كانت تتحدث في هذا العمل عن الواقع المصري أيام الثورة العربية وقع الإنجليز وكان الإنجليز يقاتلون بكل خسة وبكل ألوان اللف والدوران لكي يفوزوا بمصر فمصر هي الجائزة الكبرى لعالم الاستعمار في ذلك الوقت فكان هناك صراع كبير عالمي جدا على مصر لكي تفوز استطاعت إنجلترا أن تنتصر على المصريين في معركة التل الكبير وطبعا عرابي باشا كان يدافع هو وأبناء مصر عن هذه البلد وكان لها ولد اسم رفعة هذه الجدة لها ولد اسم رفعة أنا عايز أركز على نقل اللقطات الإنسانية النابضة بالحياة في هذه المجموعة وهذه هي الإضافة الحقيقية لأن أي سيرد أو أي كاتب في عالم الأدب إذا لم يستطع أن يلمس اللحظة النابضة بالحياة فلن يكون أدبه مستمرا وإنما سينتهي على الفو اللحظة النابضة بالحياة هي هذا التناقض في المشاعر الإنسانية بين كيف تستقبل المحتل سأذكر الموقف وأذكر تعليقي عليه ابناء رفعة هو من حرس الخديو وهي تخاف عليه طبعا لديها الصغار هذه الجدة تحكي للحفيدة ولديها الصغار وطبعا قلقة جدا على أبنائها الذين يعملون في الجيش ومنهم رفعة الذي هو في حرس الخديو وحينما استطاع الجنود الإنجليز أن ينتصروا انتصارا عسكريا لم يكسروا إرادة المصريين هذه إرادة لا تنكسر في معركة التل الكبير وجاءوا إلى العباسية كانت هذه الجدة تسكن في بيتها في العباسية قريبة جدا من الاحتلال أو الإنجليز الجيش الإنجليز الذي جاء وأقام فيه الثكنات العسكرية في منطقة العباسية الكل فر يعني البيوت التي في هذا المكان كلهم امتقلوا إلى الأقارب أو تركوا الأماكن هي أين تذهب لها صديقة في بولاب قالت لن أذهب إليها فالعمر واحد والرب واحد سموا أغلقت البنت وفجأة إذا بطارق يطرق الباب فنظرت من الدور المرتفع فوجدت أن هذا الطارق هو جندي إنجليزي من جنود الاحتلال طبعا ومعها أطفال الصغر هناك خادمة وخادم هربوا إلى الدور الأعلى طبعا إياه أرادت أن تفتح الباب ابنها الصغر قال سأفتح أنا يا أمي هي تحكي للحفيدة ما حدث طبعا حينما ذهبت لكي تفتح الباب الطفل يفتح الباب قالت سأفتحه أنا فالطفل قال هو رجل إنجليزي شاب إنجليزي وأنت سيدة وهو محتل سأذهب أنا وأفتح الباب فطبعا هي أخذت سكينا من المطبخ ووضعته تحت ثيابية وذهبت استعدادا طبعا موقف صعب وابنها فتح الباب وإذا بهذا الجند الإنجليزي كان في قمة الأدب واللياقة إنه جاء يبشرهم أن ابنها رفعت ما زال على قيد الحياة نعم فطبعا هي تريد أن تضيفه ويشرب القاة ورغب أنه محتل نعم يعني عملية يعني التقاط هذه اللحظة الفارقة بين هذا المغتصب وفي نفس الوقت جاء يبشر يعني وفي نفس الوقت هذه اللقطة هي الجوهرة الثمينة في عالم الأدب أن يستطيع الأديب أن يلتقط البلورة الزهبية أو أن يلتقط الماسة في هذه اللحظة الخالدة عملية المشاعر الإنسانية كيف تستقبل هذا العدو المختصب وفي نفس الوقت جاء مبشرا وهو الرجل مؤدب نعم فطبعا وهذه الأحاديث تتكلم عن واقع مصر في هذه الفترة أيام الثورة العربية وكيف أن الجيش المصري عرف الإنجليز قوته في القتال ومدى صبره وتحمله فكونوا أو صنعوا خديعة كبرى حينما أرسلوا عشرة آلاف جندي مصري من خيرة الجنود الذين حاربوا في التل الكبير مع القائد الإنجليزي لكي يخمد ثورة المهدي في السودان وإذا بالقائد الإنجليزي يسير بهم في طريق يعني ليس به ماء صحراوي جدا وماتت الخيول واستطاع جنود المهدي أن يخرجوا فجأة من الأحراش والغيبات ويقتلوا هؤلاء الجنود بلا رحمة فكانت هذه خديعة ما قيمة هذا الكتاب السؤال ما قيمة هذا الكتاب قيمة هذا الكتاب هو أنه يلتقط لحظة زمنية خاصة جدا في حياة الشعب المصري وكفاحه ضد عدو مغتصب وفي نفس الوقت يلمس الجانب التشكيل الذي تنهض به المرأة المصرية في عملية وعي الشعب المصري من أجل التمسك الفائق بهويته ومن أجل التمسك الفائق بأرضه ولذلك نحن نجد أن مثل هذه الجدة التي تركت هذه النصائح ونقلت هذه الأحداث مثل هذه هي من جعل الجيش المصري الآن مستعد استعداد فائق بقوة عسكرية تصل به إلى أعلى المستويات من أجل الدفاع عن هذه الأرض ضد الغاصبي ننتقل مع حضرتك دكتور لعمل آخر مهم جدا الشياطين تلهو اسم مجموعتها القصصية لقدمتها في عام 1964 عايزين نعرف إلى أي مدى ممكن تكون كانت متأثرة بعالم ألف ليلة وليلة طبعا لا شك ده حتى من العنوان أولا هناك استطاع النقاد أن يلمسوا في هذه المجموعة مدى التأثر الكبير بدراشة الدكتورة ساهير القلماوي بعالم ألف ليلة وليلة الحقيقة إن عالم ألف ليلة وليلة عالم ألف ليلة وليلة هو عالم ترك بصمته على حياة الشعوب لأنه هو أصلا هذا الكتاب مأخوذ من حياة الشعوب يعني هي قصص تتناول حياة الشعوب أو حياة الطبقة الشعبية في تفاعلها مع الحاكم وفي تفاعلها مع غيره وهناك يعني سنجد أن قصص ألف ليلة وليلة مليئة جدا بالشياطين المتحولة سنجد في قصة السندباد الشياطين أو أنه لاحظ في رحلة من رحلاته السابع أن بعض البشر الذين كانوا يتعامل معهم في المنطقة البعيدة التي تهى إليها تنبت لهم أجنحها في وقت معين ويطيرون وحينما صاحب أحدهم وطلب منه هذا الرجل الصديق أن يحمل عليه لكي يشاهد هذا العالم وإذا بالسندباد يركب على هذا الرجل الذي نبتت له أجنحة وحينما طار في الفضاء وراء العالم والسماوات وما إلى ذلك إذا به يقول سبحان الله ويتعجب من خلق الله فإذا بهذا الرجل يسقطه على قمة جبل ويتركه ويعرف أن هؤلاء كانوا شياطين وحينما الشيطان يتجسس على العالم السماوي طبعا السماء ترسل له شهابا رصدا طبعا عالم الشياطين تلو هو عالم ألف ليلة وليلة وفي نفس الوقت هناك تتحول الدكتورة سهير القلموي وكأنها شهر زاد تحكي قصتها في هذا العالم لأن الدكتورة سهير القلموي تعتبر حقيقة هي شهر زاد هذا العصر لأن شهر زاد في ألف ليلة وليلة استطاعت بحكايتها استطاعت بعلمها أن تنقذ بنات جنسها من مصير سوداوي على يد شهريار الذي غضب جدا من خيانة زوجته مع عبد له وكان يقتل النساء جميعا حتى كاد أن يقضي عليهم وإذا بهذه الفتاة ابنة وزيرة التي هي شهر زاد تتطوع وتتزوج وتحكي على هذه القصص كانت سهير القلموي ترى نفسها في مجموعة الشياطين تلو هي شهر زاد والحقيقة أن حياة سهير القلموي تعتبر هي شهر زاد لأنها أنقذت المرأة المصرية والعربية من واقع سوداوي هو أن تكون داخل السياج الحديدي المفروض عليها من قبل المجتمع وأن تكسر هذا السياج وتنطلق المرأة بل وتطلق الطاقات الكامنة في الشعب المصري لكي تكون المرأة فاعلة ونحن نجد كيف أن إنجازات المرأة على أرض الواقع لها رصيد كبير جدا مثل ما نجد للرجل نصيبه الكبير هنركع مع حضرتك في النقطة دي مرة تانية وللقب مهم حصلت عليه دكتور سهير القلموي ولكن نروح للفاصل سريع دكتور ونركع مع حضرتكم نستكمل باقي كلام كثيرا صادفتني في عملي وخصوصا لما توليت أمر ما يسمى أمانة المرأة في الحزب الوطني وكان هدفي هو تسييس عقلية المرأة كل اللي موجودين حوالي يعملون في جمعيات تطوعية أو جمعيات خدمة اجتماعية أنا الحقيقة أحيي كل سيدة تخرج من بيتها تؤدي حاجة غيرها تحية من القلب لكني أعتقد أن لابد من أن المجتمع يتغير بحيث أنه لا يوجد هذا الطفل الذي يحتاج إلى جمعية لترعى عيونه من المرض لا الدولة لازم ترعى عيونه من المرض بشكل واسع من اسكندرية الأسوأ وبشكل مكسف ولذلك أنا جهادي في أن يتغير مفهوم المجتمع والاتزام الحكومة نحو الأفراد ونحو أبناء الوطن أهم بكثير جدا من أننا أعمل في جمعية بتعنى بمئة طفل أو ربعونية طفل أو خمسمائة طفل لتجنبهم كذا أو كذا من هنا أنا لم أشترك في أي جمعية نسائية في طول حياة جمعية نسائية الوحيدة اللي أنا فيها وأنا رئيستها بأي يمكن عشر أو خمستاشر سنة هي خريدات الجمع حتى نرى ماذا يمكن أن نقدم للفتاة لتقبل كانت على التعليم الجميعي أما وقد أقبلت ماذا نمكن نقدم لها لكي ترقى في الوظائف العليا بدلا من أن تزيد أعداد البرأة العاملة كلها في الوظائف المساعدة وليست في الوظائف القيادية الرئيسية في الحقيقة أنا لا أريد أن أرى في أي واحدة منهن نفسي لأني أنا أحب لكل شخصية أن تكون هي هي وليست هي الأخرى مهما كانت هذه الأخرى ولذلك أنا لا أطمع ولا أريد أن أبحث عن فيما هذه المعيدة أو المدرسة في القسم عندنا تشبهني أو لا تشبهني أنا أريد أن أرىها كما هي شخصيتها هي كما أردت من أبنائي أن يكونوا هم وليسوا ما يريد لهم أباؤهم إطلاقا وإنما هم كما هم دكتور عايدي تعليق أخير من حضرتك يعني أتذكر مقولة الدكتورة سهير القلموي أن العلم اختلاف وهي كانت تستقبل أو كانت تريد أن تكون المرأة كما هي وأن يكون الرجل كما هو وأن تنطلق الطاقات الخلاقة في هذا المجتمع من أجل بناء مصر الحديثة وهي واحدة ممن كسرت هذا السياج الحديدي المفروض حول المرأة وبحق هي نصيرة المرأة كما أنها أيضا نصيرة الرجل الحياة شرفتنا ونورتنا دكتورك العيدة شكرا لوجود حضرتك الشهر الدكتور العيدة علي جمعة أستاذ الأدب ونورتني وشرفتني كالعادة دكتور شكرا جزيلا بشكر حضرتك جدا وطبعا شخصية عظيمة وكبيرة زي دكتور سهير القلموي كانت محتاجة يمكن عدد ساعات طويلة ساعات عادت بسرعة مع حضرتك بشكرك شكرا شكرا خاصة لزميلتي العزيزة والأعداد المتميز لإمام مصطفى وشكرا طبعا زميلي المخرج الأستاذ أحمد عبدالله وكل زملائي خلف الكاميرات وفريق عمل فنون الكتابة نشوف حضرتكم بإذن الله الاسبوع الجاي على الهواء مباشرة من خمسة لستة في نفس المعايز بشكركم جدا كنت معاكم رانا مكايي بشكركم جدا اشتركوا في القناة